عشان ما نلعبش مع حضراتكم لعبة الاحتمالات يعني احنا طبعا كنا شغالين بنا بيها جدا قبل ما تبدأ مرحلة انجولا الجابون وعادنا نحسب الحسابات ونشوف الفروقات والفرق بيننا وبين ناجيريا قد ايه ولو ناجيريا مش عارف تعطلت فين وإحنا كسبنا ايه كل ده بص طبعا ما التعادل مع انجولا لكن اعتقد خلاص نقطة ومن قول السطر وبتهيالي ان ميستر كيروش علي انه يتعامل من دلوقتي مع المرحلة الجاية على انك انت هتقابل واحد من كبار افريقي يعني بالتأكيد العشر منتخبات اللي وصلوا بما فيهم منتخب مصر هم الافضل على مستوى القرن ويعني لو حسبتها بموضوع التاريخ والبطولات والانجازات والارقام يعني باستثناء مالي والكونغو الديمقراطية كلها منتخبات كبيرة غانا تصنيف تاني بس منتخب كبير كوديفوار تصنيف تاني بس منتخب كبير المغرب الجزائر تونس منتخبات شمال افريقي عموما حتى ولو كانوا تصنيف تالت بتفضل لقاءاتهم معنا لقاءات ليها يعني ظروف خاصة وليها استعدادات خاصة وليها درجة حساسية وتعامل خاص جدا ونيجيريا بالتأكيد كمان منتخب كبير فانت كده كده لابد انك انت تعمل حسابك اي انكات القرعة انت توجه واحد من المنتخبات الكبار على مستوى القرنة الافريقية وفي النهاية اللقاء لازم تكون مستعدله ولازم في الوقت ده في مارس يعني نتكلم تقريبا في اربع شهور من هنا من هنا لاربع شهور تكون شخصية المنتخب تكون بصمة كيروش تكون اختيارات كيروش وضحت ما اعتقدش انك هيبع عندك مجال للمغامرة ما اعتقدش انك هيبع عندك مجال للتجربة عندك بطولتين كمان هيدوك مساحة ووقت كبير جدا سواء كاس العرب بالمحترفين المحليين او ويمكن يكون معهم كمان احمد حجازي لانه الكرة في السعودية في الوقت ده عشان السعودية كمان هتشارك فهتكون وقفة يمكن المحترف الخارجي الوحيد اللي هتشارك معنا حجازي ما اعرفش الوضع في بعض الدول ممكن يكون ايه يعني انا طالبت قبل كده زي ما طالبت بعمر مرموش قبل كده وقلت ان الولد ده ممكن يكون خامة طيبة وقد كان مع ميستر كيروش ورجل السدعاء بقول برضو عندنا احمد حمدي بيلعب ومكسر الدنيا وممكن جدا يبقى الولد خامة كويس جدا حتى من قبل ما يطلع يلعب برا فممكن يبقى في نظرة من ميستر كيروش على احمد حمدي وخصوصا يعني في ظل التجارب اللي مش مفهومة يعني انا ما فهمتش مثلا النهاردة تركيبة مروان مع ريان مع شريف وبنجرب ايه وبنجرب ليه يعني يعني وليه دايما وعلى حسب تصريحات الرجل زي ما سمعت في المؤتمر الصحفي كان بيقول والله احنا يعني متطمنين للدكة عندنا وزي ما بتشوفه لما بنعمل تغييرات شكل فريق بيختلف ومنقدر نحقق نتيجة أو فوز طب ليه مش من الاول يعني الناس كلها بتسأل كده مش اسئلتي انا بس طب ليه مش من الاول ليه دايما المنتخب فقد للمبادرة ليه دايما المنتخب نازل تقريبا اول شوت ضايع منه بتلعب مباررة النهاردة على ارضك مع فرقة متوسطة المستوى يعني ما عندكش اي نوع من انواع التوتر او الضغوط او الحسابات او مفيش حاجة خالص كورة بقى يعني نلعب كورتنا بقى نفسي شوف منتخب مصر يعني بشخصيته ويظل المنتخب خدوا بالكم برضو بالنسبة للتسعة التانين اللي هيتأهله معنا هو واحد من اكبر منتخبات القرى والناس كلها تتمنى انها تتفادى ان القرى توقحها في طريق منتخب مصر اتمنى ان الاربع شهور الجايين دول يقدر مستر كيروش ان يعمل الشغل اللي عجز او يرجع الشخصية اللي عجز كتير من المدربين المدربين فنين ان هما يرجعوها لمنتخب مصر وكل التوفيق لمنتخبنا هنبقى سعدة جدا 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 لو المنتخب ان شاء الله نجح في التأهل كسر عالي اشتركوا في القناة